في خطوة نحو تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص قررت غرفة تجارة عمان بالتنسيق مع مانة عمان تأجيل تطبيق نظام إغلاق المحلات التجارية هذا القرار الذي اتخذ بعد مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية يعكس حرص الجهات المعنية على إشراك جميع الفاعلين في عملية صنع القرار والتأكد من أن أي إجراءة تتم اتخاذها تأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف فالتأجيل الذي طال انتظاره يمثل فرصة لإجراء دراسات أعمق وتطوير آليات تنفيذ أكثر مرونة صحيح غيث يعني أثار قرار غرفة تجارة عمان بتأجيل تطبيق نظام إغلاق المحلات التجارية في العاصمة موجة من التفاعلات بين التجار وأصحاب الأعمال هذا القرار بعكس مدى تعقيد القضية وتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع وتطلعات أصحاب الأعمال تهدف التعليمات الجديدة التي يجري العمل على إعدادها بالتعاون مع مانت عمان إلى خلق بيئة تجارية أكثر تنظيما وفاعلية هذه التعليمات التي تم وضعها بناء على مقترحات التجار أنفسهم ستساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاذبية العاصمة كما أنها ستوفر بيئة التعمل أكثر استقرارا للتجار مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطنية للحديث أكثر بالموضوع بدنا نرحب بالسيد علاء الديرانية عضو غرفة تجارة الأردن يهلا ومرحبا فيك سيد علاء الصباح الخير غرفة تجارة عمان أهلا وسهلا فيك أستاذ علاء الديرانية عضو غرفة تجارة عمان معنا ببرنامج بصراحة بداية أن نعرف يعني شو هو الدافع وراء تأجيل لإغلاق المحلات التجارية شو هي القطاعات التجارية التي كانت مستهدفة في الإغلاق وهل تم تحديدها بشكل نهائي ستة كانت الفكرة من أمانة عمان بدها تحط نظام لتنظيم المهن داخل الأحياء والمناطق السكنية هنا الفكرة كانت أن الأمانة في الناس من حقها أنه تهدى بذيوتها وما يكون عندها ضجيج وما يكون عندها لما تكون قاعد واحدة ببيته ومرتاح في بعض المحلات والخدمات داخل الأحياء السكنية هذه منها بسبب بعضها بسبب إزعاج للساكنين في هذه الأحياء وهذه المناطق أمانة عمان حطت النظام وعطت على غرفة تجارة عمان للدراسة والتشاوري غرفة تجارة عمان حطت ملاحظات عليه وضافت عليه بناء على كثير من الجمعيات والنقابات موجودة فيها تابعة غرفة تجارة عمان أنه الجماعة بدأ منظمه مو معولة أفتح أنا على الثمانية أو على التسعة الصباح أو أفكر على الثمانعة أو الوحدي أمانة عم بيتعبوا عم بيتعبوا ومو طول الوقت 24 ساعة عم بشتولوا ساعات العمل محدودين قطاعات تشتغل ساعتين ثلاثة بنهار وبتوقع مو معولة يضطر يداوم 15 إلى 17 ساعة بالله صادق مشان هيك صار عدة جلتات مع رؤساء النقابات ورؤساء الجمعيات موجودة في جارة عمان واخدنا الملاحظات كاملة قسم الدراسات قامت واجبه في غرفة تجارة عمان وأرسلنا البيانات لكافة القطاع العام مو بيانات أرسلنا الاستبيان أرسلنا الاستبيان بسيط إنه أنت شو قطاعك شو الساعات اللي بتحبه الدوم شو رأيك والموضوع يعني بتعبر دقيقة نعم ومن أي ساعة لأي ساعة بدك نتائج الاستبيان هذا زمان يعني سوينا من 6 شهر تقريبا من 6 شهر يجد ردود فعل ممتازي إنه 85% بدهم يصير تحديد لساعات العمل أصلا التحديد الحب اللي ندرس والتشاركوا فيه والقطاعات والجمعيات كان عملي وكان بسيط وما في فرؤات يعني أنت بتفتح على التسعة تذكر على التسعة تفتح على العشرة تذكر على العشرة تذكر على داعش لا تظلك فاتح يعني ما في فرؤات ما في داعي تظلك للوحدة والتنتين وما بينام وحتى بالأعياد والمناسبات مفتوحة يعني ما بتضغط على القطاع التجارية والخدمة إنه تذكر على الساعة عشرة وهذا موسم عندك لا نعم بس صار في لغة حول القطاعات التجارية المستهدفة بهذا الإغلاق سيد علاء يعني ما هي القطاعات المستهدفة شو المحلات يعني اللي ممكن لازم تذكر نحن القطاعات هناك في كثير قطاعات للعلم ماشي على الطريقة الأديمة على الطريقة إنه بصلي المغرب بسكر أو بسأل الخمسة بسكر لا لا في ناسك بسكر يعني مرتاحين لما يطلع هذا بكير خلص بيعه كانت الجملة بالزمنات يا أخوان تذكر على الأربع على الخمسة جملة إيش ما كانت جملة ألبسة جملة أغذية شو ما كان نوع الجملة كان يذكر نعم طعات كابلة كانت تذكر عندها حياة اجتماعية بتروح عندها فرح عندها ترح عندهم وناسبات يزور أمه يزور أخته يأخذ أولاده الحياة الاجتماعية يعني بتكون موجودة بالنسبة لها هذا بنعيش الحياة الاجتماعية في عمان بنعيشها كامل طيب لماذا تم تأجيل القرار سيدي؟ تأجيل القرار صار عدة اجتماعات مع أمانة عمان ومجتمعنا مع أمانة عمان صار في لجة مشتركة بين نائب الأمين ونائب غرفة تجارة عمان ومع أضوين من هنا وعضوين من هنا وكان كل شيء دمام وكل شيء ممتاز قالوا خلينا ساوي استبيان تاني طاحب غرفة أمانة عمان وطاحة استبيان تاني ماشي حبرونا استبيان حضرنا استبيان يعني أهوى من هداك كمان ساعات عملاك قطاعك من تخطط بس وعطينا لغرفة عطينا لأمانة عمان وهي الرحط والس كان الاتفاق إنه بواحد يدعش مبلش ما لحوم ما إجت كل ردود لسه ما إجت نحنا كغرفة تجارة عمان منحب الشغلة جدد ديمقراطي منحب يكون مشارك فيها أكبر عدد من القطاعات ومشان لما يطلع يطلع مرتاح القرارة طب ما إلا يكون فيه توافق عليه أستاذ علاء بس ويكون فيه توافق والناس مرتاحة بكافة الوضع التجاري سيئ عندنا نعم لازم نساعد الناس منظرهم نعم طيب اتحاد النقبات أو نقبات عمال الأردن فكان فيه لهم رأي وحذروا من أنه تحديد عمل المحال التجارية رح يسبب برفع نسب البطالة والاستغناء عن 25% من العمالة كيف يتعلق على موقف اتحاد النقبات؟ مع احترامنا لاتحاد النقبات حبيبنا وأخونا الفناطسة ومجموعته فكره يأثر على الشفتات دعنا نحكي على قطاع فرضا مثل قطاع الصرافي في بعض الشركات الصرافي بتفتحها السبعة الصبح بتفتحها على سبعة الصبح هذا مموت إرهاق مع أنه فيه شفتات شفت صباحي ظهري شفت مسائي طيب هذا بوفر مزيد من فرص العمل سيدي خلينا حكينا تفضل طب هل الشركات فردية شو بدي أعمل بحاجة هذا يظلهم داومه وابنه مشاني تيدنا القطاعات التجارية والخدمات إذا كانوا جيران أو قبال بعض ما بيسكر إلا لما هذا إلا ما جاروا يسكر مو معقول يعني إذا نحكي كمان حكي نحنا ميداني واجتماعي وميداني مو معقول واحد داوم لحاله 15 ساعة وهناك ثلاث موظفين يدام كمان في ريسك للقطاعات بعض القطاعات لما تداوم بالليل عليها ريسك ريسك قوي طب هل لي هذا القرار تأثير على الاقتصاد المحلي يعني خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية اللي شوي يعني يقول لك اللي بده ينزل يشتري أو يروح على السوق يشتري قميس أو يشتري بدلة يستنى للساعة واحدة اللي تصير ساعة واحدة يروح أو الساعة 12 اللي بده يشغل يعني شوف يروح من دوامه يريح شوي تغدى ينام له شوي ويطلع المسل يعني لما تكون القلبسة تفتح للساعة 11 ما ضل وقت فيه الناس تشتري بعدها 11 بتروح تشتري قواعي دا بعد 11 أظن هي أو واحد روح بيصرف 100 دولار ساعة ما عش في اليد شو حلمان بين 100 دولار أو أصبع ما معه 100 دولار روح يصرف بلك مسافر سابر بلك مسافر بلك مسافر في الأيام هذي بلك مسافر خليه كل جديد يعني أعرف الشغلة والله تنظيمية محترمة طب فيه ناس بتحب تشوف عمان دايما ضاوية ومحلاتها ضاوية وهالشوارع مليانة بهالناس وفيه ناس بقول لك عمي انتوا بتكون تجيبوا الكآبة لعمان بعد هالإغلاقات هذا لا ينطبق على أيام الأعياد والمناسبة لا ينطبق بعدين تم الاتفاق اللجنة مع لجنة أمانة أمان أن المخالفات بسيطة انذار انذار تاني ما بصير يعني شغلات خفيفة هي المفروض المفروض من أول لنرجعوا لبساخ بين القطاع لو أنا عندي فرضاً المفروشات كلهم أكمل شرك كلهم أكمل محل بيجي رئيس الجمعية رئيس المقابل بقول يعمي بساوه هيئة عامة بقولهم يعمي من التفئ كلها الجمعة نسكر وندقوا من الساعة 8 فرص يحددوا هن الحانهم اللي بيرتاحونه إن شاء الله يقولوا عشرة اللي هما بيحددوا طب أستاذ علاء يعني شو هي القطاعات الجديدة اللي طلبت أنه يعني يشملها الإغلاق الموحد الأقبل الشهود نبوتي المفروشات عندك الألعاب يعني كذا 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 قطاع واجتمعنا معهم الخميس الماضي عندما طلع البيان بغرفة تجارة عمال اجتمع معهم ونقرأ البيان واخد موافقتهم يعني ما كان الكهربائيات تعين الكهربائيات تعرفي طلبوا نستكوا على السبع في ناس بيقول لك أنا بدأ أشوفوا أولادي أنا أولاد صغار ما عم بشوفهم بعدين ببطل فيه ما فيه اليوم عمال كلها محلات تجارية كلها محلات تجارية وبدك وبدها شوية تنظيم نقف السير السير يطلع الواحد هو وعيلته يطلع هو واصحابه يروح ينبسط ويروح يزن بدن يعني لازم يكون فيه مجال أو مساحة للحياة الاجتماعية إذن هو مطلب يعني لأصحاب المحل التجارية أنفسهم وإن شاء الله يعني يكون من باب تنظيمي ما يأثر على الحركة الشرائية وما يأثر على الوضع الاقتصادي يدي التجربة الكبرى كانت الكورونا صحيح تجربة الكورونا إغلاق الساعة ستة اختاروا المحلات جبنا للإستبيانات كلها طوالنا نحن كل شيء من نزل نساوي استبيانات ومناخدهم لكن كان لكورونا أثر كمان بالكورونا والفتح صارت الناس تركز المشتريات من الساعة عشر من الساعة 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 كان يجب أكثر من أول وأحسن من أعلم مضروري تظل لك فاتح 24 ساعة تستنى الزبون كمان أنت نفسيا متتعب جد بحث صحيح صحيح غير مصاريف التكاليف الكهرباء عندك الكهرباء الموظف صح معلم زبون الليل غير زبونتها صحيح جد يوروبا كلها بتتكر على الساعة بدي أشكره كل شكر ساد نعم نحن تنظيم بس شغلتنا تنظيم نعم نحن مع مع أنه القطاعات التجارية والخدمات هي الحكس اللي حب علينا تنهض نحن المساعدة تنهض نخفف الآثار وقوانين عليها نعم ونتمنى نتمنى نتمنى أنه تنهض إن شاء الله الله يدي من الأمن والأمان وماشي آمين آمين يا رب كل الشكر لك الأستاذ علاء ديراني وضغور في التجارة عمان وتعليقك على قرار إغلاق المحال التجارية الموحد بدنا نعم مصرحة مصرحة